موسيقى أسعد الله مساكم وحبتي مشاهدي قناة الطليعة الفضائية وحلقة جديدة من برنامج استوديو العيد نطلع عليكم من خلال استوديو العيد وعيد الفطر المبارك والكريم إن شاء الله عليكم وعلى جميع متابعين اللي يشاهدون الآن خلف الشاشة وأسعد الله وقاتكم بكل خير وسعادة وبركة والأمن والأمان إن شاء الله على ربوع العراق والعراقين أحبتي مشاهدين قبل ما نبدأ مع ضيوفنا لهذا اليوم ونبدأ رحلتنا بيوم جديد وبقويانا لكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر يا بحيدر انت هنه قولوا انت عنه قولوا قولوا انت عنه قولوا قولوا انت عنه قولوا يا بحيدر انت هنه قولوا انت عنه قولوا هاك يستمح حجي الذهب يستاهل قلوب الشعب قولوا انت عنا قولوا يا محيدر انتهلنا قولوا انت عنا قولوا يا مدار يا ونسى التخبار ومزاحم عيوني تتوظى بنواره يا مدار يا مدار هالفرحة نحيها عرسي لقلوب بيها سمعونا لبشار يا مدار يا مدار والولاية كفت عليه الغيرة ما تقبل تمر بي نزل لجنة والتعلي نزل لجنة والتعلي قولوا يا هل نقول قولوا يا هل نقولوا يا محيدر انت عنا قولوا يا هل نقولوا نعم أحبت المشاهدين رجعنا وياكم بعد ما استمعنا إلى هذه القصيدة الجميلة للراقي والمبدع مصطفى الربعي تحياتنا إليه راح نعرفكم اليوم بضيوفنا الطيبين والغالين علينا الشاعر الراقي حسين بغدادي تحياتنا إليك يا حسين كل عام ونتب خير كل عام ونتب خير حبيبي حمودي تحياتي إليك ولكادر وللجمهور وللشباب باقر وسجاد وعلا وليوم نوريني كل عام وانتم بخير إن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق وكل البركة الله يبارك بك نعم محبة المشاهدين ويانا اليوم ضيوفنا اللي يحلوا علينا من خلال برنامج ستوديو العيد المتسابقين اللي يتواجدوا في برنامج برنامج منشد العراق خلال الشهر رمضان المبارك راح نتعرف عليهم بعد أن نعايدهم أكيد وانتم كذلك تشوفوهم وتعايدوهم من خلال شاشة قناة الطريعة الله يبارك بك الله يخليك نورتنا اليوم كذلك ويانا اليوم المنشد سجاد الوائد حبيبي أحمد تقي في دوره ولكل عام وانتم بخير يا مرسائدة إن شاء الله منتوا فوق لا تفوق حبيبي انت ويانا كذلك أحبات المشاهدين منشد باقر محمد حياك الله وكل عام ونتبه خير حياك الله يا حبيبي كل عام ونتبه خير ويا رب الأمن والأمان على جميع العراقين الله يبارك بك الله يبارك بك يا حبيبي نعم حبيبي المشاهدين نبدأ بأسئلتنا اليوم ويا شاعر حسين البغدادي اللي بنورنا حبيبي بداية أنا حسين اليوم نريد نعرف الجمهور حول فكرة برنامج منشد العراق شون نمت هاي الفكرة شون عديت وإلها كبرنامج اليوم أخذ صدا في الساحة العراقية وفي العالم بصورة عامة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى الله عليه ومحمد ومحمد من البداية تحياتنا لقناة الطليعة كل كذا القناة الطليعة الأبطال طبعا احنا هاي الفكرة احنا تشلنا مسؤلفين بها قبل اسمو رسمية يعني مو رسميا سؤلفنا بها انو لازم قلنا لازم لازم لعد برنامج وحش موضوع بالتالي صار لقاء بيننا وبين شاعر عباس عبد الحسن تحياتنا لقاء الله خير وإن شاء الله وصحة وبسلام بالعام هو بخير إن شاء الله يرجع لنا بسلام هو بسافر إن شاء الله فهو طلح الموضوع من طلح الموضوع بعدها صار الموضوع رسمي نو احنا يقولنا لازم نعد بعد هذا البرنامج احنا وستاذ حيدر وابو عبد الله تحياتنا لهم كل عام همه بخير إن شاء الله فبدينا بالخطوات احنا حسولي لك التفاصيل رح تنصدم بدينا قبل رمضان خمس ايام وطلعنا جو رمضان حلقات يومية خمس ايام بديت تعدون واستقبلتوا وصلتنا خمس الاف رسالة خمس الاف رسالة على خدمة الواتساب ايه من بين هم رسائل طبعا هذه ما قدرنا نرد عليها احنا عنا مدين نوضح للجمهور احنا هناك رسائل ما قدرنا نرد عليها بحيث إن هم يستفسرون أو هكي موضوع ما قدرنا نرد ردينا بس على الناس اللي اللي دازة وهموا كلها ردينا عليها وانت يعني العدد مو قليل خمس الاف احنا صراحة همات اننا متوقعين هكي موضوع بس الحمد لله شك التوفيق من الله الحمد لله قدرنا انه نطلع بالبرنامج يومي بمبا اي الحمد لله موفقين شاء الله احنا رح نكمل حديث حول برنامج مرشد العواق بعد ما نعرف بطاقات التعريفية احبه المشاهدين لضيوفنا الشباب المنشدين الراقين اليوم اللي حضروا ويانا في برنامج استوديو العيد رح نبدي من علا الطفويلة ابن الحلة حياك الله يا علي حياك الله يا رب استعد أحمد الله الله يبارك انا عباية تريد قوم احبه اي يا علي بطاقتك التعريفية علي فوض الحسن من المواليد المواليد 1997 محافظ باطل اه علي شنو اللي شجعك وخلاك تدخل لهذا البرنامج والله الصراحة انا شفت الاعلان مع البرنامج نعم ويعني كنت بلكت الله احصر فرصة والحمد لله وشكر الحمد لله موفق ان شاء الله فدوره لك سجاد الوائلي حليبي امنور اليوم فدوره لك الله يخليك الله يسنى وطاقتك التعريف يا سجاد سجاد طالب راضي اسم الشهرة سجاد الوائلي مواليد 2001 شاب بسيط من عائلة بسيطة الحمد لله كلهم بسيطة موفق يا سجاد العمر كله باقر محمد يا حبيبي وطاقتك التعريف باقر محمد علي اسم الفن باقر محمد من مواريد 1999 السكين بغداد البلديات موفق يا حبيبي من اللي شجعك تدخل لهذا البرنامج والله صار الصدفة اهه ايه يعني ما تشنت اصلا خليه ببالي يعني مجرد سامع برنامج ومشهد العراق وخال لبالي وفقط قاعد اهه ايه فخابروني ولد اصدقائي وصلوني لحسين بغداد وما قصر حبيبي سجاد حبيبي من ساندك والله ساندوني خالي وولد يعني اصدقائي واقرباي الحمد لله وصلت للبرنامج وصلت الحمد لله وشفت بوسترات عالف باي سنة الماشرين فقد خلني شارك الحمد لله شارك لطيف حسين سؤال في بالي دور انه اعمارهم وشباب يعني عمر الوريد وهو شيء يعني ما اخفتوا انه اصواتهم ما تكون بالمستوى المطلوب لو كان هناك لجنة لفحص الاصوات وفرز الاصوات لا هو اكيد احنا بالبداية هي المرحلة الاولى كانت مرحلة الاختمار بالواتساب اها فهم معنى البصمة اي يعني دزولنا بصمات نعم طبعا هذا الموضوع انا جنت مكلف به اه دو طيب وساعدنا بي حج جمالك تحياتنا تحياتنا حج جمالك الاسد احنا فرزنا تقريبا 300 صوت اها ماشاعد ايه سوينهم يعني انت تعرف هاي مسابقة ما يصير يعني كل الاصوات قوية او كل الاصوات وسط او كل الاصوات رديئة ما يصير احنا هج موضوع بس الحمد لله وشكر يعني الشباب كانت اصواتهم اكبر من يمهم ماشاالله يعني علاوي او سجاد او باقرة او غيرهم الشباب كانوا جريئين محمد لله وانهم جرع وليس واحد يمتلك يعني انت بهذا العمر وتقدم عليه برنامج ولجنة وكذا تصعد وتفوز هاي جرع يعني صح لحد قبل سنة اتخوف انه اطلع لقاء وانا صار لعشر سنين بالوسط بس مثل جرعتهم انا ما شفنا وهم توفقوا ان هي كانت النيات صافية صراحة من المتسابقين ومن الادارة بطيف علاو الطفولي حافظ اليام مرحلة وصلت يعني والله قبل التسويت اهه قبل المراحل النهاية مرحلة الثالثة مرحلة الثالثة ايه الثالثة ايه الثالثة الثالثة وبعدها خرج السابق خرج السابق مصول كلهم مرحلة ثالثة مو وصلتوا ايه مرحلة ثالثة تصويت ها هي التصويت بالتصويت وسجد مرحلة ثالثة مرحلة ثالثة الحمد لله هي أربع مراحل لكن المرحلة الثالثة والرابعة صارت بها تصفيات يعني أنه أنت تبدي صارت بها قراءتين لطيف أي على مدع وضح لأنه هي مو ما بها تسادسة هي أربع مراحل مرحلتين صارت بها تصفيات موست مراحل أربع حسين وين كانت هذه البرامج وهذه المسابقات من الوسط الحسيني ووسط الإنشاد بصورة عامة اليوم حقيقة شفنا أنه فقط قناة الطليعة ارتأت أن تبني هذا البرنامج وتأسس له أساسات ليكون بالمستوى المطلوب شوف هنا أقول لك شي نحن الوسط صلاح أنتين كنت تعرفون جدا صريح معها جامل يعني المضوع مو مجاملة لأنه ما يتحمل مجاملة نحن الوسط من ذاك اليوم من هذا اليوم تقريبا نفس الأسماء اللي موجودين بالساحة ما حد قدر أنه ينتج أسماء جديدة قناة الطريعة باعتبار الناس أنا حاشيها باعتبار الناس فنيين ويفتهمون نعم أنت اليوم من تشتغل واحد يفتهم بالموضوع أكيد طبعا راح تنتج أما إذا تشتغل واحد ما يعرف بالسال فهذا راح يضرك باعتبار أنهم مناس فنيين ويفتهمون بهذا الموضوع كانت أول خطوة بالوسط الحسيني من بدل وسط الحسيني حد الآن هي هذه الخطوة الأولى اللي سويتها قناة الطريعة قبلنا كانت أكو خطوة بس مو بهذا المستوى مو بهذا المستوى ولا بهذا النجاح تفهم عليه الشوء فإحنا وسطنا يعني الله يسلمهم ويحفظهم أنا مانايم يعني خاف عليك الله يساعدك ايو والله صار اليوم عن مانايم الوسط محترامي لا والله بس ارحاق مثل ما شي سيسمونه ايه ارى اه ارى ايه الوسط الحسيني محترامي للطيب الصراحة ما يحبون المبدع ما يحبون المختلف انت من تختلف في هذا الوسط يحاولون يصقونك وعنا شفنا يعني منه وينه تقصد بالظامر لا هو مو تراني ما يتقصد بالظامر شنو نسيت روحك لا يعني أقصده هواي ناس عارضت ايه وهي ما مفتهم الموضوع شنو يعني هي أصلا ما شايفة احنا بدينا المرحلة الأولى كانت الشباب يجون لابسين أي لبس يعني طبيعي مرحلة أولى ايه شفنا زي ما ايه ناس ظلت تحكي هاي ما تعرف هو ما هي ما شايفة البرنامج ما تعرف آلية البرنامج بالتالي احنا من تقدمنا مرحلة ثانية وثالثة تحول إلى تراث شفت انه المباركات والدعم منين اجه وصل إلى حج باسم وهذا الموضوع ليس نحن جايبين من جيبنا قناة الطاليعة لا سيد عبدالخالق معنا نوجه له تحية تحياتنا إن شاء الله يكونوا بخير وبصحة وسلامة هو اللي ينقل هذا الموضوع زين ولا لا فبالبداية الناس متحب انه انت تختلف عنها خلص انت لازم تبقى بنفس السقف اللي هما موجودين بيه احنا الحمد لله وشكر ما رقنا ترفعتم عن هذا الموضوع وكانت النية خالصة الرب العالم يعني ما كان اكمه يمكن هاي البرامج تتعرف برامج بيه ارادات ويهت موضوع احنا ما كنه موضوع احنا ما حصلنا دينار واحد ما كان ببانه ما كان ببانه موضوع ما كان ببانه موضوع بدأوا هم القناة الطاليعة مشكورين استاذ حيدر وابو عبدالله نعم فاخطينا هاي الخطوة وكانت النية خالصا الرب العالم الحمد لله وشكرت ووفقنا بها الحمد لله الحمد لله الله يوفقكم ان شاء الله على طفائلي استاذ احمد الحبيب اش راح اسمعنا اليوم يا عزي اي خلل اسمعهم ام ام اترك انا خادم اي اشتريت اسمع خادم نسمع اليوم جمهورك وناصره كو اكو قصيدة قرأتها بالناصرية ما شنا قاعدين اي خادم اذا حفظ اسمعنا بعد اذا على ذوب السين بغدادة بعد هو ياروف على حبو زينب صلى على محمد وعلى محمد الله صلى على محمد وعلى محمد الله صلى على محمد وعلى محمد محفظ هاي؟ لا ومحفظ يلطع على راعتك خضراتك عدتني فور رحمة اي والله العظيم اكثر اشتر انا جايح شيء انا ام محفظ ام محفظ لحرف وعلى محفظ ايه اتقول ياروح موت ياه ما ينحمي الفرق هم وانلاحيبهم ما دراه اضمونك لهم ينمش وانا انتظر ملقاه وانا انتظر ملقاه ياهو لي قرضني دميح خلص دموع جباهم ليش نحيبهم من وكيت يقض الوكيت وياهم طاحا وخوان بكربل ميتين وانا نخاهم لهم ولي ردون لي ولا نقدري بلياهم يهلي الشرف والغيرة زينة بحتارة حيرة واحد ورد ذاني هلي راح ومحظ الليلي وانا انتظور ما لقاهم وانا انتظور ما لقاهم عباس جيتك للنهار وتلمسي بشفياني ما شوف يا شي في البخت غير التتارس عيني ما شوف يا شي في البخت غير التتارس عيني فراقك كسار نودا لقيت يا تعبذيت شسنيني شتقوله هو ضمك في الحجي لو تقعدت حاجيني لو تقعدت حاجيني مهضوم قلب وساكيت بي المعات بايت 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 مهضوم قلب وساكيت بي المعات بايت 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 مجتوف بايت لي القاصور يهل الخدور راحي الخدور وانا انتظور ما لقاهم وانا انتظور ما لقاهم الله طيب الله مباسك سيد محمد الموسى الله سيد محمد الموسى تحياتنا إلي شاعر سيد محمد الموسى ومن الناصرية الله يبارك بي تحياتنا إلي أي سجات؟ سعدي حمودي شونك يا سجات؟ نعم الحمد لله شمحظر لنا اليوم؟ اليوم أنا أعجبني أبدو بالشهداء رحمه الرضوال لكل شهدان الأبرار أكيد هم دائما ملوحة البرامج وفي كل مكان يذكر شهداء الأبرار رحمة لشهدانا في الحج الشعب المقدس والقوات الأمنية نعم يا سجات رحمه الرضوال لكي رحمة البرامج هذا التوقيت يشفاه حنيتيه لالين حينين خاف الجونات وجوهنا نمطي هوين بكل جاروب صورة حنيين كانوا يويني ماهما يويني السنة دوريتهم بالهواء وناسما ناسما فتشيت ودوريتهم بالضواء و تشيبه نسكتت و تشيبه نسكتت عطشان الجوف والزوم عيني وصورهم تشنه التحلان جيني ومنية عندي و بطفني تلاقي سوا و اردقي اللي الهوم دواري تكون بالهوى صار صاحبنا الوليد بكل دار و بصورة حلين إذ كان وي وياني ما هم وي وياني السنة الآشق مرتضى حرب طيب الله مفاسك طيب الله مفاسك تحياتنا لشاعر مرتضى حرب كل عام و انت الخير يا ممتظى حسنت يا سجاف باقر ما سمعنا اليوم يا باقر أنا خادم إليك و جميع الجمهور شكراك يا طيب سمعك في شيء بسيط الغسان الشام تحياتنا تحياتنا في موسى خير إن شاء الله حلوى يوم مرة يوم دنيا جنة المات تهدو معه الله إلهي يوم غمضوا أين فتحوا أين بس وجيه ربك يدوم باقي يدوم ما يظل حال على حال ما يظل مال ودلال تذكر طيبة عيشرتك عيشتك و يا حلال الهي يوم الهي يوم سن طيب الله أنفاسك يا باقر سن نرجع لشاعر حسين بغدادي حسين اليوم أريد نعرف ما كانت ردة فعل الأصدقاء والمقربين من حسين و من بعض الكلام اللي لامسح حسين بالوسط و في مواقع التواصل الاجتماعي حاول البرنامج و مو نشد العراء شوف خلا قل لك شي بداية ابتسامة أحبة المشاهدين شكو شخص يحب الخير للناس خابرنا و عنانا على البرنامج و كان داعم عندنا شكو شخص يحب الخير للناس مو يحب الخير إلي ولا للقناة يحب الخير للناس أنا أكو أشخاص و عندما تصلت بي لا نتوقعها و ليس بس بي داخل الوسط لو خارج الوسط لا بالوسط لنحن لك الوسط و عندما تحب الخير المالك أستاذ مهدي أستاذ مصطفى أستاذ أحمد الذهبي الناس تصلت بينا لا نتوقعينه فهدول الناس يحبون الخير تفهم عليك أما الناس لما تحب رواحتها لما تحب الخير لا سكتت من المالك ترانيما ماذا ترانيما أحمد لا يعني أكو ناس اليوم أكيد يعني ماذا أقول لك أكو ناس بالوسط نزلت منشورات أكو شعراء لا أريد أن أذكر أسماء أكو شعراء لهم ثقلهم بالوسط نزلهم منشورات يعني أكو أقول لك يعني العقل ما يستوعبه مو صح لا فنيا ولا عقليا صح ماذا هؤلاء فهؤلاء فهؤلاء لا نردنا عليهم باعتبار الناس الذين أكبر من يومهم والذين أفهم من يومهم هم يدعمون البرنامج فهم سلاما موفقين إن شاء الله إن شاء الله سنتعرف عليهم أحبة المشاهدين في برنامج تراني نعم 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 يا أعلى الطفالي نعم حسيت أنه من دخلت للبرنامج لوم كمل أكو قصيدة كان قريتها بالبالك لوم كمل البرنامج يعني تقصد أقرب على قصيدة قصيدة كانت في بالك وفي روحك كانت بالبالي لسيدة زينب هي روح الله نسمحها نعم نعم ها عبالي غير قصيدة موفق إن شاء الله نعم الله يوفقك أي يا سجاد حبيب شون كان أدائك شون شفت اللجنة اللجنة يعني شون أكو نصفة نعم 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 يعني هم نسمع احنا كلام شي وصل ميسيا بالميديا نسمع يقولون يعني تنحاز المتسابقين من هذا الكلام قالهم لا ما كنت عج نعم يعني اليوم أنصفتكم واللجنة نعم نعم حتى لو كان خروجكم نعم باقر بعد خروجك من البرنامج بقيت متابع البرنامج وشخصة وانساة وممتنى أخوتي شاركها ومنه من الغوازا رشحت أحد؟ رشحت منهم حمز المحمداوي وفواي أحمد العسكر يعلي جاعفر وخوتي الله يبارك ثم نعم باقر مو بالوسط يعني يمكن علاوي وسجاد علاوي في الحلة وسجاد من المدينة اثنين قريبين على الوسط يعني علاوي حتى مسجلة باقر ليس بالوسط يعني لا نلتقى بالوسط سبحانك يا رب يعني لا يوضحه صادت صدفة جلنا قاعدين صديقي أحمد حمودي أو صديق باقر حسين أكو ولد صوته كل شيء طبعا هذه بالمناسبة يعني لا أشرح لك المعانات التي عشتها نحن نريد أن أذهب أين أروح دفتري والواتساب مالي موجود وينما أقعد يعني أسمع الأوافق علي و أوافقت علي تفهم علي جلون؟ فبالتالي عام جايكتب أكو أصوات ظلم وتحسين؟ لا مستحيل الموضوع ما نفهمتك العدد اللي إجا ما ما تشلنا متخيلين أنه العدد رح يوصل تصور أنه اول ما فتحنا التصويت ألف رسالة وصلت يوم واحد فمن ظلمت لكننا لم نستوعب فأنا قاعد وأنا جاي أكتب بس الحمد لله وشكر استوعبنا الأصوات اللي الأصوات الحلوة اللي إحنا اعتمدنا عليها استوعبناها يعني ما عفنا صوت قوي أو متميز أو مختلف ورانا فقل لي هاتي وسمعني ياه قلت له خريجي سجلت سبحانك يا رب وصل النهاية الحمد لله وشك وأنا سأسوف لك عني سوفك عني النصافي اللي كانت أنه ما عدنا غير أنه ندعم هاي الشباب المظلومة موافقة إن شاء الله ماذا ستسمعني ياهسين مازم تليفوني يعني حقك على راتك طبعا أنا شوف خلنا سمعك شي أنا هذا قريب قريب علي يهواي نصلي إيمان المهدي أجل الله تعالى طبعا هاي توفيقاته الحمد لله شباب توفيقاته يقول مكان البيت تفارقنا نجمعنا مكان البيت تفارقنا نجمعنا هواي قلوبنا واحد وجعنا نعم سولفنا وبشينا وانسمعنا وسدت باب هالدنيا ورجعنا من أجيبه بروحة طاريك أقوم أتمنى مر بيك أوقف العمر وأتحسر على أسلين البلاياك يا الله ويمر دمع الجفن غيم قد ما بيه من ضيم وأعزل حلوة أيامه أعيش بها وعزل حلوة أيامه هواياك يمر دمع الجفن غيم قد ما بيه من ضيم وأعزل حلوة أيامه أعيش بها وإياك انتظرنا وبعض طول الغيبة هس كل من حاط عقله بجيبة انتظرنا انتظرنا وبعض طول الغيبة هس كل من حاط عقله بجيبة مصيبة هذا صار والله مصيبة الناس اللي كلوا طيبة قلبنا تعبنا وياهم ونكروا تعبنا عثرنا وطشة والليل بدربنا انذبحنا وحزده والسية فبرقبنا يا مهدو عينك شوف بين الموت والخوف أبد الضحك بعيونه إذا باسمك يصيحون وضم جروحي الكبار وطلع أحلامي الصغار وقولا يرجع الغال ونعيش الدنيا وتهون وبروحي ديره وخافي طبا بيها وبروحي ديره وخافي طبا بيها وانسى ديني وحبك وأرضيها احشايت وبس يما كان احشيها احشايتي وبس يما كان بشيها انا ما ريد حسروح ابن دامه انا ما ريد حسروح ابن دامه وضم جرحي واطلع بابتسامه الله الله غار سنين ماتت بي حمامه وذبحه وشمنه بوقاله وسلامه الله غار سنين ماتت بي حمامه وذبحه وشمنه بوقاله وسلامه لا تصدق يحبون لا تصدق يحبون الرسائل خدعة عيون ينسبون المصالحهم حلال الدنيا والدين حبيب تأكد وشوف بعده بدمه لسيوف وادم بشت يما الله وهم الذبح وحسين الله حبيب تأكد وشوف بعده بدمه لسيوف وادم بشت يما الله وهم الذبح وحسين الحشو باسمك لا تأمن بهم الحشو باسمك لا تأمن بهم الحشو باسمك لا تأمن بهم واليحبونك تعرفش بهم بس سلامة قلبك تكفي الله سلامة قلبك يا وعلي الله سلامة نعم حبيبات المشاهدين قبل ما نطلع فاصل نوه أنه أرقامنا أسفل الشاشة الآن السيد المخرج رح يطرع لكي تتواصلون ويانا من خلال برنامج ستوديو العيد وكذلك تتواصلون مع الأخوة الموجودين المنشدين وكذلك الشاعر الحسين البغدادي نذهب فاصل لا تذهبوا بعينه من خلال برنامج ستوديو العيد برنامج ستوديو العيد وكذلك تتواصلون UAE الأحوة المميثين وكذلك تتواصلون وكذلك تتواصلون وكذلك تفاصلون وكذلك تتواصلون مردى يا قلب وعيوني ثوم الفرح لوني يا جنة اهل الشوف بجنة خير يا محبوبي مر الوفى صابي وجدك يا ماشون ها يا مسلمي قلب وحبيبي فرح بملايين عيد الأمان ها يا مسلمي قلب وحبيبي فرح بملايين عيد الأمان بيت القرى أنواني مدعي لك يغي يا يعاود ثاني ها الليلة خلي الحزن ينساني مشتوري قلب من بلا والداري ها الليلة بيت القرى أنواني مدعي لك يغي يا يعاود ثاني ها الليلة خلي الحزن ينساني مشتوري قلب من بلا والداري نعم محبت المشاهدين رجعنا أياكم بعد هذا الفاصل القصير وراح ناخذ اتصالاتكم تهنياتكم بناسبة عيد الفطر المبارك والكريم وكذلك وجود المنشدين المتسابقين في برنامج منشد العراق وكذلك الشاعر طيب حسين البغدادي ناخذ أول اتصالة السلام عليكم عليكم السلام أخ محمد البهادي كل عام ونتبه بخير يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام يا محمد تعالى يا حبيبي أحذر أسلم على الشاعر الكبير حسين البغدادي كل عام ونتبه بخير يا حبيبي كل عام ونتبه بخير حبيبي خاد مكان الله يحفظكم والمنشدين أخوتك العام والتأخير إن شاء الله تحديك الأواني إن شاء الله التوفير في خدمة الحسين إن شاء الله الله يحفظكم أحسنت شاكرين اتصالك يا محمد حياك يا الله عدنا علي من وين علي من ديقار السلام عليكم يا علي وعليكم السلام السلم على الكاعر ونت بخير يا علي ونت بأني بخير الله يبارك بيك يسمعك الشاعر الله يسلمك وعلي شرك وبحثين حبيبي علي الله يسلمك والله مبدع مبدع الله يسلمك الله يسلمك الريد المسابقة لين ستبدأ المسابقة رح نتحدث عليه إن شاء الله بالبرنامج وإن شاء الله نكونوا بخدمتكم والله إحنا نريد نشارك إحنا بحليها يا ام بحثين نتشرف نتشرف بي نتشرف بي نتحدد نتشرف بي نقاطع الانتصال أهبت المشاهدين دعنا ننوها نعم ننوها نعم نعم نتشرف مخرجنا نرجع يا شبابنا طيبين اليوم لنورين ستسمعنا يا راحلي دعنا نسمعنا مين من لون ستسمعنا نسمع تقول مرة مرة حبيبك لا مرة مرة حبيبك لا 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 مرة مرة حبيبك لا 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 مرة 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 مرتين 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 العشق باطل أبويا مرة مرة وعشك تحسين عشك تحسين أنا وهي هي الله طيب الله أنفاسك أحسنت الله يبارك بيك قبل ما ناخد سجاد ناخد اتصال من هو يا أنا؟ أخدتم معالي سلام عليكم أخدتم السلام في العام وأنتم بخير إن شاء الله الله يبارك بيكم الله يبارك بيكم نعم اتفضلوا أريد انتهاء عن الهتيان البغدادي اسمعكم أختيان أختيانا سهلا لكن أقوم من قصرية شوية حتيان نعم أقول لك أتفضل في برنامز مخرزنا يا ريت إذا تسمع الصوت غير واضع عندنا أختم علي يا ريت توضحيننا سؤال من قطاع الاتصال يا ريت عد سؤال يا ريت توضحونا يا بارك الله بكم أدنا اتصال أبو جعفر السلام عليكم عليكم السلام كلا أم أنت بخير صحة وسلام الله يبارك بيك أخي أخي العزيز نحن ما أدري اللقاء ويهو شنو موضوع ويهو من لقاءكم ويهو منشدين أو هي شيء نعم والله يا حبيبي يعني أنا أتمنى من المنشدين الشباب نعم أن يقتدون بمنشديننا برواديدنا من ناحية حتى من ناحية الملبس من ناحية طريقة تسريحة الشعار لأن تعرف هوية الرادود الحسيني الهخاص مثل ما المعمم العمامة تفرض عليه بعض الأمور الاجتماعية فالرادود الحسيني أيضا توافقني بالرأي ما أعرف يعني أنت الآن تتحدث حول الرادود الحسيني أو حول المنشد بالتحديد الرادود الحسيني بصورة عامة يجب أن يستثم بصفات معينة اللي منها أنه ما يكون طريقة لبسه بهذه الطريقة يعني أنا أتوقع زين وبالنسبة للبرنامج منشد العراق هو جميل وفرزنا بعض الخامات الحلوة لكن ليش تقليد الدفويد يعني بالتمام حتى هاي طريقة ضرب الحكم على هاي يعني أنا هذا أتساءل ليش يعني إحنا مرعدنا في الطريقة ثانية ممكن أنه ننزل خاص بنا هذا قصد جعفر أبو جعفر أبو جعفر أبو جعفر وشنو المشكلة؟ مشكلة شنو يعني موضوع إذا كان الطريقة هي طريقة نفس الدفويد أنا شخصي أقول لك يعني ذاك برنامج دفويد برنامج شيطاني إحنا ليش ما نقتدي ببرنامج رحماني ليش نقتدي بهذا البرنامج ليش عندك قال لي البرنامج رحماني تطرحها علينا؟ لا يا أخوي يعني بمكان ما هاي ضربة هي تي يعني ممكن أي طريقة لكم لا أسمح لي اسمح لي اسمح لي شنو المشكلة بيها الضربة شنو المشكلة بيها مو الناس أكثرها أخذتها قلت لك هذا تقليد يعني مباشرة المشكلة المشكلة مو يمن حسين يا أبو جعفر المشكلة يمن الناس بعدين راح أوضح لك الشغلة ذا فويز يعني أحلى صوت نحن ما نشغله برنامج شيطاني أو رحماني ما نشغله بس هو انقطع الاتصال ياريت من أبو جعفر أني يعاود الاتصال نعم يا سين فضاكم يعني هاي مو مشكلة يعني أنا أتعجب على هاي الناس صراحة يعني شون شنو المشكلة بعدين نحن مو مثل ذا فويز ذا فويز كرسي ويندار وكذا هو هسا شنو المشكلة إذا كان نفسه شنو الحلال والحرام بالموضوع شنو يعني زين طونة آلية شنو الديكور الحسيني عندما نصير احنا ديكور حسيني أو نصير برنامج رحماني على قولتك يا أخي احنا جاي نخدم هاي الشباب هاي الشباب كانت تتمنى تطلع بشاشة زين محد كان سائل عليها تفهم علي باشر هذا الشاب صوته حلو وشكله حلو مني روح يبنى رح يفسقونه رح يقلوله كذا وكذا عدنا شباب راحت نجرفت مارد أذكر اسماء يعني راحت راحت يعني فضل الله وفضل أهل البيت فضل متابعتي إلى مرجعت همم 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 وشنو المشكلة همم 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 من السالح يعني يجي يقول لك هذا نفس دفويز لماذا هذا الضوء أزرق؟ لماذا هذا الضوء؟ دخانة أقعد أسوي لي دخانة وتعاولها وأقعد هذا أستاني البرنامج وما بي مشكلة يعني هاي الفكرة تعتمد على البرنامج شوفوا إحنا هاي الشباب اللي إجت قرأت تراث صدمت الناس صدمت الناس تفهم عليه شون التراث كان محدد محافظتين محافظت كربلا ومحافظت النجف الأشرف جاءت هاي الشباب من كل المحافظات جاءت قرأت التراث بطريقة تتجنب تعال شوف هاي الناس مالة لهذا الطريق شون سلكت هذا الطريق وشون المشكلة مثلا إذا الديكور كذا هاي حشو هذا الموضوع أنا مو يعني تعيياتنا المجعفر أنا مدمية هاي حشو هذا الموضوع ديكور فني وانت هاي الموضوع انت تعال شوف المادة تعوفني الغلاف تعال شوف المادة المادة حسينية يعني انتم معقولة مثلا حج باسم حج باسم الكربلائي اللي هو الاسم الأول بالوسط الحسيني خلي واحد يقل لي لا صح؟ أو سيد عبد الخالق من محنة اسم مهم بالوسط الحسيني يجي يقول لك هذا البرنامج دعم الشباب وانا ادعمه انت تجي تعترض على هاي الدوسة شون المشكلة بيه يعني هاي تعتبر من جماليات البرنامج مكملات للبرنامج هي الفكرة انه انت مثلا شون تقبل الواحد دعال اطرح لي اي واحد يتصل مادام الاتصالات مفتوحة خلي واحد معد او اي شيء يتصل يعني ساعد اختصاص تقصل راح اسوي فكرة حسينية شون انت شون مجرد انه انت تقبل المتسابقة فكرة انه تقبل المتسابقة بضغطة الزر شون المشكلة شم سوين احنا يعني احبات المشاهدين انه كل الاراة يا حسين محترمة ولها ما عدنا مشكلة بس احنا خلي انا لكن هذا التوضيح نعم احنا خلي الانسان اللي يشتهد خلنا دعمه خلنا شوف شنو فكرته ليش قبل ريد نهدم بالفعل ليش يعني يعني ما اعرف بعد هذا رأيهم اكيد رأيهم وهذا رأي اكيد انت جاوبت عدية وان شاء الله موفق الله يبارك فيك عدنا اتصال السلام عليكم من ويانه؟ وعليكم السلام عباس عباس كل عام منتبه الله خير يا عباس منتبه الله خير حوض عليكم بالمصحة والسلامة علينا وعليكم ان شاء الله يا رب الله يوفقكم ومشيدين العراس الله يوفقكم ان شاء الله على هذا البرنامج الله يسلمك الله يحفظك والد من علي ابن ولايكي يقران عنا رقيه عليك السلام عليك السلام انا خادم شاكرين اتصالك يا عباس لدينا اتصال من هو؟ السلام عليكم السلام عليكم يا سيد علا يا ريت تشوفنا الاسم علا حياك الله يا علا عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في العام وانتب خير يا علا وانتب خير الله يسلمكم حياك الله سلم على الأستاذ حسين البغدادي سمعك السلام والمنشيدين العراق العبطال خاضر كلها لبيك يسمعونك المنشدين هو والديك وابدعك على الكلام الاخ هذا ابو جحفر يقول ضغطة الزر هم هؤلاء منشدين حسينين هؤلاءك مضربين نعم انت مأيد معارض لا انا هذا الاخ بجحفر يقول هذول هاي جاب هاي يشل علاقة بهم اي مشكلة صح اكيد الجميع اللي ارى محترمة ورأيكم اكيد محترم شاكرين اتصالك يا حبيبي حبيبي بعد روح بس احنا نريد نسمع المنشدين نسمع قفائد راح تسمعوهم ان شاء الله بخدمتكم ان شاء الله الله وفقهم الله يسلمك شاكرين اتصالك يا علا حياك الله حياك الله حدنا اتصال حلو السلام عليكم السلام عليكم كل عام انت بخير كل عام انت بخير ان شاء الله الله يسلمك يا طيب طبعا انا اهلكم على هذا البرنامج حقيقة وارحب ضيوفك الكرام الله يسلمك وفراحة يعني اعقب على كلام المده في القلب نعم يتفضلوا واتاحتهم هاي الفرصة حقيقة جزاهم الله الفخير شكرا واشكر كمان تعال فضلك شكرا انا لك شكرا انتصالك الله يبارك بك ام احمد سلام عليكم سلام عليكم كل عام وانتم completed somewhat melhor صح و سلام إن شاء الله لجميع ما حgines Bec السلم علي حياة الله يا أختي السلام Ihr حياة الله سهلا سنواك بك الله يسلمك شكرا شكرا لك حجية محمد حياكم الله الله يبارك بكم طبعا المخرج تحياتنا لإستاذ زيد هيتشل وعلى الموسوي تحياتنا لهم لدينا اتصال كرار السلام عليكم يا كرار كل عام انت بغير يا كرار صوتك ناس يا كرار ألو كرار شونك وعليكم السلام ايامك شعيدة كل عام انت بخير ألو كرار يا رايت تسمعنا من الهاتف والله خير الحمد لله اسمعنا من ايامك انا اشكر المولة حسين حبيبي من قطع الاتصال هل ننتصال علي من كربلاء السلام عليكم السلام عليكم كرار من انت بخير من كربلاء بخير صحة وسلامة يا علي شون اجواء كربلاء أجواء كربلاء بالعيد شون هي والله زينا الحمد لله الحمد لله بعدكم اهل البيت يومكم الحمد لله نعمة هنيئا لكم لا يمكن تحييي لحسين البغدادي ينشكر جهودة التي يقدمها الله يبلي اسمعونك ينشكر مرامة نشر من العراق حبيبي الله يسلم بس أجو طلب اللي يمع على الطفائدة اي سمعك اي تفضلي سمعك بس ترجمنا قصيدة يا جرنال خادر يا قصيدة يا جرنال آه يا جرنال شاكرين انتصالك يا علي نسمع احنا لازم نرجع حسن العيل الطفي ها شو نقوله نسمع يا علي نسمع السيدة رقي عليه السلام نسمع السيدة رقي صلى على محمد وعلم حسن اللهم سلام يقول حشي يا عم عن حسين خليت حشي يا عم عن حسين انا خليت بس من الترا تشكيك انا خليت بدل طفع للمعته بدل طفع للمعته دفعه عم تهدته دفعه عم تهدته هم الشعر ويجرته لا الهل الله لا الهل الله بويا ما ريد التراج بعد خلي انا ما ريد التراج بعد خليت خليت بدان نشفو فكي خبلا علي الله 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 طيب الله الحبيب حسام الحمزاو تحياتنا الي وكل عام هو بل وخير ان شاء الله ايا السجات شاستنعنا يا حبيب ان شاء الله موالي المراني ان شاء الله نسمع تفضل اكره ام بك الفقار هاي من كل جلبك نعم من كل جلبك ايت ولا واكره ابوي ملاحك قاعد اقبالك تكره ديش اوهلا ديزا هم خير اوهلا الله الله مهم اي يا باقر يا حبيبي كثير الصمت يا باقر كثير كلش بما انو جلمان على القرى سجودي وانا همورا جمان علي عليه السلام كل يوم أقولن يا علي الله كل يوم أقولن يا علي وكل لحظة اندب يا علي أقعد أقول لني يا علي وقف أقول لني يا علي وقف أقول لني يا علي قالوا لي يا شيعفتهم قالوا لي يا شيعفتهم قول الله أحسن من علي صح الله أحسن من علي بس الله ما ينزل لي صح الله أحسن من علي علي بس الله ما ينزل لي يرفعني لله تفعل طبعا قولا يا علي يا علي طيب الله أنفاس الله يبارك بك أحسن نرجع ويا الشاعر حسين بغداد حسين توقعت هذا النجاح للبرنامج الداخلي كنت متوقع تقد بالمية ممكن ما نصدقني هذا كان حلم الصراحة نحن عشنا معانات صعبة بالوسط من بداية عشنا معانات كلش صعبة اتمنى انه اكو اكو فاد مشروع يخدم هاي الشباب يعني تجي الشباب جاهزة تنخدم يعني احنا نتمنى هاي الفرصة الصراحة وتيحة هاي الفرصة نتشعراء ناص وك رواديد ومنشدين ويا نتمنى كيف نسالفه اكو احنا نتلم الفلوس معانا القصيدة بالفعن يعني لم يكن احد يسجل احده لان الفلوس جور القصيدة هواي علي في دخلونا اثنين احنا واحد يشيل الثاني فاحنا عشنا معانات كلش الصعبة لذالة كان تمنيت انه هاي يتحقق الحلم الحمد لله وشكرا وشند كلش واثق انه هو ينجح صراحة ثقه برب العالمين الحمد لله وشكرا نرجع لي طلبات الاخوي المشاهدين يا علو الطفلي خاد مكان طلبو من عندك قصيدة لا تقدب ودي يجرنان خدقو لي يجرنان الله الله يجرنان أما في الناس من مسل الله يجرنان حي يجرنان لا개를 يجرنان اذا Agam م binary وده يجرن ريض حيكو حيكو يجرنا الشمر جدا خلق الله يجرنا يجرنا يشلع جلد الحبل كسر دي الله 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 حسنت حسنت سجاد سجاد لا تدلل لعظة حافظة بس ريتها بالروحية بالبرنامج لا مسترخي سبع سجاد موفق إن شاء الله يالله دلي الحبيب دليل يا عبدالله دلل دليل يا عبدالله دليل نعم نعم يا يول يا يما الوالد نعم نعم يا يما الوالد في الزن شايق واذكر من أغاك واذكر سهر ليلي اللي قضيت وياك حاربني زماني ليش ما خلاك يا سهمي الغدو دمنا حار دواك يا مدلول يا مدلول سهم نحرك يا مدلول يا مدلول يا مدلول سهم نحرك يا مدلول نعم نعم يا يما الوالد نعم نعم يا يما الوالد الله طيب الله نفاسك حسن طبعا حبة المشاهدين احنا ما نحب نهيج على السادة المشاهدين مواجع احنا فرحة عيد اكيد لكن هاي طلبات الجمهور والناس وكذلك طلب حسين البغدادي من سجاد الوالد ولكن أبدعت يا سجاد موفق إن شاء الله أبي سنك باقر حبيبي ما تسمعني يا باقر أنا عجبني أسمع منكم مدويتو مشترك أكو قصيدة حافظها مشتركة نسمحها أخبر بجيت بقيت حتشايوني بوجه الماء يسمعوني عيش الموت خلوني اش وقت يصير عدنا للبشر قيمة بقد ما جاعت الفقرة شهراتي لرحم حمر كل من عايش العمر القصير تشفو فمح تشال من ضيمة يومية هي بحال والدنيا تفتر بيك وقتك ضحك وياك بس لازم يبشيك داين ضميرك مال ربك يبارك بيك داين ضميرك مال ربك يبارك بيك طيب الله انفاسك حسن تبارك بيك الله يوفك يا حبيب نرجع ويا حسن بغدادة العقود وموضوع العقود موفقين خطوة جيدة الله يسمع مع الشباب المنشدين شون كانت هذه المبادرة بعد فكرة انطلاق البرنامج وبعد اختتام البرنامج لا هو انت اليوم انت قدمت مشروع خدمي هذا المشروع انت اليوم تريد تخدم به شباب المظلومة بالتالي من يخلص البرنامج اكو طبعا هم هذا يعني انا مود انكم واضحين اكو شباب ما تم التعقد سبب ففهم علي اكو شباب هم برزوا برزوا بالبرنامج تفهم علي شون يعني خدمه ورواحتهم اكثر من الباقي فانحنا هذول اليوم حابين نخدمهم وانحنا حتى الشباب اللي ما سوينانهم عقود احنا يعني شون مقدمينهم في العرض كلش بسيط احنا نريد ندعم لا اكثر ولا اقل اليوم نريد ندعم الشباب المظلومة فخلص من انتهى البرنامج انتهى البرنامج ماذا راح يقدرون هم كانوا يعانون اكثر شيخ نكون واقعين يعانون من المادة المادة اليوم الكلب يكلف كذا مبلغا ففهم عليك فحنا لازم نحتويهم شو سويته يعني بالتالي سوناهم فقود انتاج من القناة وراح نبدأ نشتغل له وهذا مشروع راح يشاركون به كثير من الشعراء من كل المحافظات سيكتبون للشباب وملاحنين همين ان شاء الله ان شاء الله انا مصطفى الرباعي ان شاء الله فالكل راح تشارك بهذا المشروع لدحم الشباب لأكثر والأكثر موفقين ان شاء الله يا علو الطفولي بعد ما خرجت من برنامج من شد العراق بقيت متابع وداعم للبرنامج طبعا اكيد المرة شاحت احمد العسكري صاحبك عمد العسكري تحياتنا هنا احمد العسكري تحياتنا لهم الوند كلهم بالناصرية بقيت داعم ومستمر البرنامج ومتواصل موفق ان شاء الله سجاد عندك اعمال ان شاء الله مستقبلية راح نشوفها للساحة موفق باقت انتاج الطريقة ان شاء الله راح يبدو الانتاج موفقين ان شاء الله أريد نسمع منك شيء طبعا بالمناسبة اللي اقراهن لن تكون واضح مول الشعر ايه المواضع اللي اختارهن ايه فراح اسمعك الامير المؤمنين ايه اقل له تعال الدن يمروحي تعال الدن يمروحي هاي الناس يمك كلهة الصنط الله وراح بشيلك هموم ونسولف لك لسان من الحشي يفحط تعال الدن يمروحي هاي الناس يمك كلهة الصنط وراح بشيلك هموم ونسولف لك لسان من الحشي يفحط تران ترويحت الله وما تحب الزور الفقير بدولتك بحلامه يتوسط شطك كان عادل ظهرة للزينات شطك كان عادل ظهرة للزينات هسا الزين والمو زين ينذب قام وسط الشط بسواد عمامتك حط وبخت تزوير المومن قام يكشخ بيه هوا المنحط بسواد عمامتك حط وبخت تزوير المومن قام يكشخ بيه هوا المنحط وبلا مستحب عدنا الخمس وادم ما اخذ من اسمك ضريبة الدين وبلا مستحب عدها الخمس بل احوط وجوبا كل يتيم يعيش دلة وجوع حتى سنين عمره جروح تتفرط وادم عدنا تقرأ وجوهم قرآن وتال الليل على الشيطان تشرط اللي بوجه أثر للتربة ظالمشبوه الناس تميل مننا تخاف تتورط اللي بوجه أثر للتربة ظالمشبوه الناس تميل مننا تخاف تتورط التقية تمرقصة بجروح نوع الكيف ولسان العدل من عدهم مقمط قبل فجرك شمسهم سبقة الآذان قبل فجرك شمسهم سبقة الآذان وعلى عيون التجد تشوف تسلط شك واحد يشبهك شربوه الموت ولد العاص كلهم دخلوا على الخط الله أحمد الله صاحب سانك صاحب سانك الله يزارك الله يزارك نرجع ويا شبابنا المنشدين ماذا ستسمعني عالي؟ يوم احنا طمعانين أريد نسمع الله يوفق سمعت لي وممات عجل الله تعالى ماذا ستسمع؟ تقول هاي وينك دنيا غور باور دجيك هاي وينك مسافري دور عليك هاي ووا دمعا ويدات ومحدي من أهلي البخات هاي ووا دمعا ويدات ومحدي من أهلي البخات وانوي عيون الحنينة فاقدينك انت وين بياطريك وحدك مامي شرفيك انت وين بياطريك وحدك مامي شرفيك انشدي عليك الهوى بل كما الركوين جوا والله الله سافري وردي الحمام وعين ما ترضى تنام وروح لي ليتفيز وتريد عينك الله هاي وينك الله ما لقيتك الله امشي وتخيل ضواك الله ما لقيتك الله روح تركض بس وراك عالك شقد داوريت وانوي عيون الحنينة فاقدينك فوق دين روح لحبتك وروح لي لي تفيز وتريد عانك الله هاي واي من حبيب سيد محمود الموسوي حياك سيد محمود سيد محمود أخو سيد محمد تحياتنا لهم كل عام هموا بخير أكيد أيها سجاد سمعنا يا حبيب أحسن معكم شي سيدة الغيس علينا السماء بابابابا بالخرابة نوماني 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 أضل عبر جنيا قطار يَهُلِي قِلْ لِي تَعَاج أَكْبَكِنْتَ 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 يلوانك وأنا خاف من الهدوء فك لي عينك يلوانينك تردلي لي تردلي لي تردلي لي تردلي لي الله بابا بابا بالخابة نوماني نوماني الله حسنت يا سجاد بارك الله بك بارك الله بك ايا باقر اتجولك يا باقر الله يحب الله الوالدة اللي دعمتني بداية البرنامج الله يحب الله وهم قليل احزا الله اهه مكتب تحياتنا الهن اهه مكتب الصنف وردة باويتها مو علوية بس مو علوية بس السادة ليشورون من شافوها حزدوها على شارتها مو علوية بس السادة ليشورون من شافوها حزدوها على شارتها قد ما طهره قد ما طهرب وقت الصلاة مرات داما نلقى تربا نخل صورته الله الله داما نلقى تربا نخل صورته الله وشكرا بك حسنت حسنت ايا حسين ايا حموني شو محضر انه شعر شعر ما محضر انت كل اكبحة وشعر واني ناس يا الله شاهد يعني يعني لازم اقرارك شعر لازم تقرأ منه حتى نساوه ها شو تقوله والله حفظ يعني اقرارك ايش شي وش دانا بس انا شارفنا على الختام وريد نسمع منك شي يقول منين اطلع نجم ولي الحط صبات وكتب ممنوع لمعات الضوة تبين الله منين اطلع نجم ولي الحط صبات وكتب ممنوع لمعات الضوة تبين وانا من ذول اللي يعيشون عنيات وين يصح مطر يزرع وفا ويسكن ويسكن باي له فتبدو بس بالمدينة ارتاح وحبامكن من صدق ودر العشق يغبن يجوي ينوكي لرزقcillية بالعين كفار يجوا ينوكل رزق قبار عين كفار ورد خاله وقولا مو إلي يمكن عشت ويناس ميتة ومتت ويعدلين عشت ويناس ميتة ومتت ويعدلين وانا حاسب خسارة وربح ما خم يطشون الهو واخذ سكت يشراع يطشون الهو واخذ سكت يشراع مرات الحشل يتنعم يخشن يطشون الهو واخذ سكت لا تشراع مرات الحشل يتنعم يخشن احنا بدنيا تمشو يثقيل يطيح وخفيفة البخد يا توانى الي وقوم هذا يكمل اليمتى على المسلم وهي والله Will allprethe work is for يقول لا مش pt يقول لا مش pt يقول ها ممكن ماذا باس النار الملكيكة و اقول الصيد و انا مثل الجرح و ،ogueك و مخزن Bun Jetzt ما أصح سعر للشرائي أبي عبيش ما أصح سعر للشرائي اللي هنا بعد كافة دائن وأرهن صح نسانك حبيب أحبودي الله يسلمك يا قلبي اليوم الجميع ينتظر المرحلة الثانية والمرحلة القادمة من عمر برنامج منشد العراق أحبة المشاهدين من خلال ستوديو العيد اليوم سين البغدادية راح يتنوح على بعض الكمو إن شاء الله إحنا الأيام المقبلة القليلة يعني هاي الأيام راح نبدل اختبارات الأولية إن شاء الله يعني لو باشر العقبة راح تنزل للبرومة ما للاختبارات لطيف وراح تكون يعني راح أخبنا يعني راح أيام يعني مثلا سبوع المحافظة وفلانية سبوع المحافظة وفلانية نمودي براحتهم يعني مو يوم ماحد وكذا فالاختبارات الأولية إن شاء الله راح تبدأ خليتابعون يعني فيه مكان معين في مكان معين إن شاء الله بالقناة يجوننا ونحن نكون بخدمتهم خلي تابعون بيج الطليعة قناة الطليعة بالفيسبوك راح تنزل البرومو بيها الآلية وهنا راح نكون بخدمتهم إن شاء الله الله يبارك ومن هسه على رأسه كل الهدفين الله يبارك بيكم الله يساهم الله يساهم لكم نعم يا مخرزنا هدنا اتصال هدنا اتصال هاي قبل الختام نسمع اتصال قالوا السلام عليكم ألو من هنا ألو ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم حياك الله ألو السلام عليكم كل عام أنت بخير كل عام انت ب Verg leap خير حبيبي الله يعزك الاسم من وين ألو سعيد أني ألو سعيد إن شاء الله بإسم من وين يا حبيبي وائل وانتعلم بغداد حياك الله يا وائل حياك الله لن مسلم بك يا وائل يا ريت اسمعنا من الهاتف قطع الاتصال محمد من ذيقار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله في العام ونت بخير يا محمد عليك سعيد يا الله يحظك من العيدين ان شاء الله الله يبارك بيك اسمعنا يا محمد خادمكم المهوال محمد الغزي من الدوام من حجد شعب المجاهدين اياك الله والسلام والصاعر والأقوى المنشدين اياك الله الله يبارك بيك الله يعزك يا ابو جاسم ستسمعنا يا محمد سمعك احنا كون هنا بقينا بيام العيد حبيت يعني اهد الرسالة عن طريق التحسين الثاني الله يحب الله ان شاء الله ويديمه والله واننا منكم سنت اقول بعيد النصر اسمع مني يوقيد بعيد النصر اسمع مني يوقيد اريد ابعثها من حضرة السيد وقلنا من السواتر حجدك يا عهد الله الله احنا العياد نصا قرر ويهم محذيب احنا العياد نصا قرر ويهم محذيب احنا العياد نصا قرر السلام عليك يا عباس سيد عباس هلو السلام عليكم تلعام وتب خير يا سيدنا تلعام وتب خير صحب السلام ان شاء الله والتوفيق للتميع ان شاء الله والتوفيق للمشهدين واشتاعدنا صحيح الله يسلمكم حبيب حياك الله سيدنا تبجى وياني نسمعك احنا عقب على اقل شوي الاخ ابو جعفر اي نعم يعني 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 نعم 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 هذا رأي اكيد نرتب كل الاراء يعني يسون مثلا يقول له ببوك مثلا لو دخول له خامل وشنو مثلا هذا رأي هذا رأي هذا رأي رأي рон لا يعفر هذا رأي واخو رأي الحسينيين هم لهم гوي يعني هذا تراث الحسيني لاحد يدخل به صح خلوا تراث الحسيني يمشي وخلوا هاي الشباب الحلوة مع احتراماته لو مifi الحرفون خلوا يمشون ابنهج الإمام الحسين السلام الله عليه يا الله وزهج زينب وابنهج35 الله سلام الله عليها. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وكل التوفيق لكم. وإلى قناة طليع المجاهدة. وللمجاهدين والمشهدين. وشكرا جزيلا لكم. الله يبارك بك. حياك الله. شكرا انتصالك. عثمان. عثمان من وين. عثمان من النجف الأشرف. السلام عليكم. سلام عليكم. عثمان. عثم خير. أسماء من النجف الأشرف. شكرا. لا أعرف اليوم المخرج ومهندسات متقصديني. كل عام أنت بخير أختي. وانتبيني بخير. صحة وسلام إن شاء الله. الله يبارك بكم. الله يستمي. نعم تفضل. كل عام هم بأدف خير. نعم يسمعون. وانتبيني بخير. إن شاء الله. ومن خلال برنامجكم. سلامي لمدة باسم الكردلات. إن شاء الله يوصل. سيد عبد الخارق نتحني. أحسنتم. ومالك الأساتي. ومصطفى الغربة يعني. أحسنتم. تحياتنا لكل الأخوة في تحكيم اللي كانت في برنامج. وحياتنا كل خدامي حسين. نعم. يعني تحياتي كل خدامي حسين. الله يبارك بكم. إن شاء الله يوصل. سلامي لهم. الله يبارك بكم. أحسنتم. شكرا جزيلا. أحسنتم. 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 يعني بالأيام القادمة تحتضيفون مولا باسم الكربلاي؟ نعم. بالأيام القادمة تحتضيفون مولا باسم. إن شاء الله أكيد. نشرف هنا بالحاج باسم الكربلاي. وإن شاء الله أكيد برسالتكم ستوصل. شكرا جزيلا. الله يبارك بكم. أدنا منهم؟ محمد من محافظة البصرة الفيحاء. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. كل عام أنت بخير يا محمد. أنت بأيه بخير. محمد ما هي أجواء البصرة بالعيد؟ والله الحمد لله والله كلها جدوة يعني أجواء جميلة ورائعة. الله يبارك بكم إن شاء الله دوم وبخير وبأمان وبعز. رحم الله أمديك حبيبي. على ربوع محافظاتنا الجميلة. الله يوفقك. فضل يا محمد. عندي قصيدة للشهداء للشاعر مهدي التقي. نسمحها تحياتنا إلك والشاعر. نسمحها يا محمد. نظل نحب عليهم. نظل نحب عليهم. المجال السيح شبيهم. الله. نجد نشكد غوالي. نغيد التأسليكم. نظل نحب عليهم. نحب عليهم. نحب عليهم. نحب عليهم. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي 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 قنقر